قصتنا النهاردة عن مدرس رياضيات بيتعرض للضرب والإهانة والشتيمة مش من واحد من تلمزيته في المدرسة لأ من ابنه اللي بيدرب كمان أمه وباقي إخواته ما خلي حياتهم جحيم القصة دي زي ما جات لنا كده على لسان أحمد أخو الوسطاني بيقول عنده أعراض عدوانية من وهو طفل خليته بيدرب زميله في مدرسة لما لحظوا إنه فيه مشاكل والولد ده مشاكله عملها بتزيد كل ما يكبر في السن قرروا يعملوا إيه؟ يودوا لدكتورة نفسية في مستشفى حكومي الدكتورة عملت غلط مع الأم يعني أو بشكل وحش بدل ما تساعدها فقررت الأم إن هي ما تروحش تاني لدى كثرة نفسيين كانت النتيجة إن حالة ابنها ضهورت أكتر بقى بيدربها هي وبابا وبقى إخواته بيشتمهم بقى منع عنهم الزيارة أي حد من العلم ممنوع يخش غير إنه هو كمان بيسرقهم لما أهله يجبوا له هدوم جديدة بيديها للناس في الشارع يفضل هو لابس هدوم مقطعة وماشي بيها كده أحمد أخوه بعت يقول لنا إنه هو بيتعطف معاه وبيقول عليه ممكن يبقى مريض وهيخف زي ما ماما بتقول وساعات تانية بيقول أنا حاسس إنه عنده كمان زكاء إجرامي وإنه هو مش مريض أو مش فاهم هو بيعمل إيه عشان كده منورانا ومشرفانا النهاردة دكتور سارة الشقنقيري واستشاري الطب النفسي عشان نشوفها نعمل إيه زيك يا ساري أهلا نيزي أخبرك يا دكتور الحمد لله رايك في القصة لسمعتيها أو مؤخرا سمعت إنه في أولاد بيدربوا أهليهم؟ يعني سمعت عن الحكاية دي بس هي مش يعني هو هو مش ترند إنه الناس بتضرب أهليها هو الولد ده إجابة على سؤال أخوه يعني هو فعلا مش طبيعي لا يعني أنا مش قصدي نوع ترند ده مش طبيعي عمرنا ما هنعمامه بس قصدي بتبدأ ببس يا ماما بقى ما بتبدأش بزقة ما بتبدأش بقفل الباب رزع الباب ما بتبدأش بمش عجبه في المكالمة فعلي صوته بتبدأ بحاجات كتير وهي ليها درجات كتير